سالي لزيليف أهلا وسهلا بيكو شباب وبنات الصف الأول السنو إن شاء الله هشرح منهج الترم التاني كله من كتاب جنيال عندنا الترم التاني مكون من وحدتين الوحدة التالتة والوحدة الرابعة كل وحدة مكونة من ثلاث دروس النظام اللي هتمشوا بيه معاي على قناتي إن أنا هقسم الدرس إلى خمس أجزاء أول حاجة هي الكلمات والأسئلة اللي عليها بعد كده القواعد والأسئلة اللي عليها بعد كده المواقف والميل والسجي بعد كده التمارين المتنوعة وآخر حاجة للمتحنات اللي على الدرس وفي الآخر هنزل الفيديو مجمع فيه الدرس كل في الفيديو ده هناخد قواعد الدرس الأول الوحدة التالتة من صفحة 49 لصفحة 52 ما تنسوش الاشتراك في القناة عشان توصلوكوا جميع الفيديوهات الجديدة لو حسيت إنك استفدت من الفيديو ما تنساش تدوس لايك يريد يكون معاك الكتاب وقلم عشان تسجل معايا الملحوظات اللي هقولها وتحل معايا نشوف عندنا الجزء الخاص بالجرامير اللي هي القواعد عندنا تعبير مهم جدا اسمه إليا نقوله كمان مرة إليا إليا معناه إيه؟ معناه يوجد طيب نشوف الكلام اللي هو كاتبه عندنا هنا بيقولك التعبير إليا اللي هو بمعنى يوجد من التعبيرات المستخدمة كسيرا في اللغة الفرنسية ويأت بعده اسم مصبوق بأداة نكرة طيب نشوف كده إليا بيجي بعدها يا إما أداة نكرة يا إما عدد يبقى عندنا إليا ممكن يجي بعدها أداة نكرة أو كمان إليا ممكن يجي بعدها إيه؟ عدد طيب إيه هي أدوات النكرة؟ هي أون وإين ودي طيب إيه هي الأعداد؟ أون دي ترواة كاتر وهكذا إلى ما لا نهاية نقولها كمان الجزئية دياتي إليا بمعنى يوجد ممكن يجي بعدها أداة نكرة أو يجي بعدها عدد طيب نشوف الإجزامبل اللي عندنا إليا أن تي إني إيه بيوجد صبورة رقمية تفاعلية هنا أون دي أداة نكرة يبقى إليا جي بعدها إيه؟ أداة نكرة طيب نشوف الإجزامبل اللي بعده إليا وفان دي لايف بيوجد عشرين تلميذ هنا بعد إليا جي إيه؟ جي عدد يبقى عندنا إليا بمعنى يوجد بيجي بعدها يا إما أداة نكرة يا إما عدد نشوف كده كمان إليا بمعنى يوجد لو أنا عايزة أنفيها وأقول لا يوجد أعمل إيه؟ أحط الإجرج والأ ما بين ني وبين با يبقى شكلها إيه؟ إنيا با إنيا با يبقى إليا بمعنى يوجد لما أحب أنفيها أقول إنيا با يعني لا يوجد نشوف كمان إليا قلنا بيجي بعدها إيه؟ أداة نكرة أو عدد إنيا با يجي بعدها إيه؟ يبعدها د أو د أباستور حسب الكلمة اللي بعدها لو الكلمة بدأ بحرف ساكن تاخد D لو الكلمة تبدأ بحرف متحرك تاخد D تمام؟ تحول أداة النكرة أو العدد إلى D أو D في حالة النفي ونحذف الاس أو الاس من الاسم الجمع ناخد الاسم عشان نفهم إيه الكلام اللي بيتقال بيوجد أقلام هنا عندنا D دي دي أداة نكرة الجملة دي عايزة أنفيها نو إن يابا دي ستيلون أدي النفي عندنا D اللي هي أداة النكرة اتحولت إلى D ده اللي أنا برضو لسه أيلهولكم من شوية إن الياب ييجي بعدها أداة نكرة لكن إن يابا ييجي بعدها إيه يا إما D يا إما D أباستغرف هنا إن يابا دي أغديناتير يعني لا يوجد جهاز كمبيوتر كلمة أغديناتير لما بدأ بحرف متحرك فسبق بإيه بدي أباستغرف أتمنى أن تكون المعلومة وصلة لكم تلخيص كل الكلام ده إن الياب ييجي بعدها إما أداة نكرة إما عدد إن يابا لا يوجد يجي بعدها D أو D أباستغرف طيب نشوف الملحوزة اللي هو كتبها لنا تحت التعبير الياب يمكن أن يحل محل أتر اللي هو بمعنى يكون مع تغيير الجملة للوصول لنفس المعنى طيب نشوف اللي اتنين إجزامبل اللي عندنا دول عشان يوضحونا الكلام اللي بيتقال 20 ألف 20 تلميذ الصون بيكونوا ده تصريف ذا لكلاس موجودين في الفصل الجملة دي بتساوي الياب 20 ألف بيوجد 20 تلميذ ذا لكلاس في الفصل نشوف هنا التمرين مع بعض قبل بنحل التمرين أفكركم إن الياب يجي بعدها يا إما أداة نكرة إما عدد إن يابا لا يوجد يجي بعدها D أو D أبستغرف وأنا بحل لو في أي حاجة أنت مش فهمها أنا حلتها كده ليه ابعتها لي في الكومنت وأنا هجاوب عليك سير لبيرو يعني على المكتب الياب يوجد عن أغديناتر جهاز كومبيوتر كلمة أغديناتر كلمة مفرد مذكر بعد إليا زي ما قلنا بياخد إما أداة نكرة إما عدد هنا إليا ده التعبير كده على بعضه إي نورلوج يعني بيوجد ساعة حائط دانلاكلاس في الفصل دانلاكلاس في الفصل إليا وفون إيليف بعد العداد هيجي اسم جمع إنياب لا يوجد زي ما قلت لكم هو بيجي بعدها يا إما D يا إما D أبستغرف هنا عندي كلمة بيسينة بتبدأ بحرف ساكن فتاخد ده يبقى إنيابا ده بيسينة لكل يعني لا يوجد أي حمام سباحة في المدرسة إليا بيوجد عن سكيلت دانلاكلاس يعني بيوجد هيكل عزمي في الفصل كلمة سكيلت كلمة مفرد مذكر فهتاخد أداة النكرة أنا عندي دي كاية سير لاتابل يعني كراسات على السربيزة هنا عندي ده يبقى إخطار إنيابا لا يوجد إسكيلت زي ليف يعني هل التلاميذ سان دانلاكلاس بيكونوا في الفصل يعني هل التلاميذ بيكونوا في الفصل إنيابا لا يوجد ده سيلف سيرفيز يعني لا يوجد أي مطعم بالمدرسة إليا نقط ليفر كلمة ليفر كلمة جمع يبقى تاخد أداة النكرة دي إليا دي ليفر يعني يوجد كتب دانلاكلاس في الشنط دانلاكلاس في مدرستي إنيابا ده سيلف لا يوجد مطعم كسكي إليا ماذا يوجد دانلاكلاس في مدرستك دانلاكلاس يعني في المدرسة إليا بيوجد إين كور ده غكري بيوجد في ناقل الفصحة وكلمة كور كلمة مفرد مؤنس إليا دي سال دي كلاس يعني بيوجد صلاة للفصل هناخد دي الأخير دانلاكلاس يعني في شنطتي إليا إليا دي ليفر إي دي كاية يعني بيوجد كتب وكراسات هنا عندنا دي صفات الملكية اللي هي ممامي تونتاتي لو أنت مش فاكرها اعمل سيرج على أي فيديو عن صفات الملكية ورجح نشوف مبعد تصريف فير بألي بمعنى يذهب أليا يذهب إلى أليا يذهب إلى هنا بيقول لك فعل يذهب إلى يأتي بعد ومكان ويدل على التحرك إلى مكان الماء نشوف هنا تصريف الفعل أليا هي تذهب نحن نذهب نوزالون نحن نذهب أنتم أو أنتن أو حضرتك أو حضرتك تذهب إيلفو هم يذهبوا ألفو هن يذهبوا إذا جاء بعد فرب أليا مكان مسبوق بأداة المعرفة ل أو لي يتم إدغام الأداة وحرف الجر كالآتي أكيد محدش فاهم الكلام ده لما ناخد الإجزامبل هنفهمه أكثر عندنا A له حرف الجر بمعنى إلى زائد أداة المعرفة ل ما يجوش وراء بعض أول ما يجو وراء بعض لأ دول لازم يندمجوا ويبقوا قوم يعني ما يجوش أبدا بالشكل ده يبقى أول جي في أو جيميناز ما أقولش جي في أو لي جيميناز دي تبقى غلط يبقى جي في أو جيميناز طبعا عندي A بلوس لي A حرف جر بمعنى إلى لأداة المعرفة للجمع برضو ما يجوش أبدا وراء بعض بالشكل ده لازم يندمجوا مع بعض ويبقوا قوم ناخد الإجزامبل جي في أو بغميد يعني أنا أذهب إلى الأهرامات طيب هنا A بلوس لا يعني A ولا عادي ما يحصلش أي حالة نكتبهم زي مهم A وإلا بستروف برضو يجو زي مهمة ما يحصلش فيهم أي دمج نشوف الإجزامبل نوزلو نحن نذهب إلى المكتبة جي في أو لكل يعني أنا أذهب إلى المدرسة ما حصلش دمج للأداة وحرف الجر نشوف ملحوظة مهمة خطس إذا جاء بعد الـ اسم عاقل أو ضمير يعود على عاقل يسبق بشي يعني ما أقولش أليه A يعني لو عندي شخص أنا هذهب عنده ما أقولش أليه A أقول جي في شي أنا أذهب عند أحمد جي في شي أحمد أنا أذهب عند أحمد ما أقولش جي في أحمد لا غلط نشوف كمان إجزامبل جي في شي من كوبان يعني أنا أذهب عند صديقي نشوف التمارين مع بعض هنا ده تصريب يعني أنا أذهب إلى مركز الوسائق مع جولي هنا لو حشنا كلمة توماس نعود عنها بالضمير إيل بمعنى هو يبقى تصريب مع إيل يبقى توماس يبقى توماس بيذهب إلى المدرسة اليوم كيفا أوسلف يعني مين هيذهب إلى المطعم هنا لما يكون السؤال بكي أنا مش هبقى عارف أنا هصرف الفعل هنا مع إيه لا الفعل يتصرف مع إيل المفرد يبقى كيفا أوسلف يعني مين هيذهب للمطعم يبقى صرف الفعل مع إيل المفرد بمعنى هو يعني أميرة تذهب إلى جيميناز كلمة مفرد مذكر هنا كور كلمة مفرد مؤنس تاخد آلاء يبقى كريم ماها وكريم هيذهبوا إلى فناء الفسحة لازليف اللازليف اللازليف أعود عنهم بإيل وإيل الجامع يبقى هون الإجابة الأخيرة يبقى لازليف هون أو سيدي إيه يبقى التلاميذ هيذهبوا إلى مركز الوسائق مع المدرس هنا ده سؤال هنا جيوي أنا أذهب مش هقول آ طبعا عشان هنا في شخص عندنا بعد أنا هروح عند شخص يبقى هقول شليا يبقى أنا أذهب عندي ليا جيوي شليا لمرضي يوم الثلاث تيفا تصريف الفيرب مع تي تيفا وتغادس بور ديليكل يبقى أنت هتذهب إلى ملعب الرياضة في المدرسة طارق اموا يبقى أنا وطارق ده نعوض عنه بدمير نو يعني نحنو يبقى أنا وطارق يبقى نحنو يبقى نوزعلو تصريف الفيرب مع نو نوزعلو أوليسي شكجور يبقى إحنا هنذهب إلى المدرسة كل يوم تصريف الفيرب مع L بمعنى هي يبقى LV هي تذهب أو جيميناس إلى صالة الألعاب بورفير ديسبور لممارسة الرياضة نشوف عندنا أدوات الاستفهام عندنا أول أداة استفهام هي كي بمعنى من كي معنى من تسأل عن عاقل تسأل عن فاعل أو مفعول هنشوف دلوقت في الإجزامبل إزاي تسأل عن فاعل فاعل أو مفعول بس أهم شيء إن هي بتسأل عن عاقل يبقى كي عندنا بمعنى من مينفعش أختصرها بالشكل دا يعني مينفعش أحذف الإي وحط بكانها أبسترف لا كي بمعنى من لا تختصر بالشكل دا نشوف الإجزامبل اللي عندنا هنا في الأول بيقولك للسؤال عن الفاعل العاقل والمفعول العاقل المباشر يبقى كي بتستعمل للسؤال عن عاقل عن فاعل عاقل أو مفعول عاقل مباشر يعني إيه مباشر؟ يعني غير مسبوك بحرف جر نشوف الإجزامبل مع بعض كي فاقوسيلف؟ من يذهب إلى المطعم؟ هنا كده بيسأل عن فاعل لما جي هجاوب هقول توماس فاقوسيلف يبقى توماس ذهب إلى المطعم هنا توماس في الجملة فاعل أو ممكن هجاوب بطريقة تانية واقول سي توماس إنه توماس سؤال لبعده كي أن كونتغول دي مت؟ يعني مين عنده امتحان غياضيات؟ هنقول السي عادل إنه عادل هنا برضو دا بيسأل عن فاعل السؤال اللي بعده تيد كي يعني انت هتساعد مين؟ هنا بقى السؤال دا عن مفعول جد جد جولي أنا هساعد جولي هنا جولي موقعها في الجملة مفعول كده نكون فهمنا يعني إيه؟ كي بتسأل عن فاعل عاقل أو مفعول عاقل نشوف كمان في حاجة اسمها ما هاذا؟ أنا عايزة اسأل أقول من هاذا؟ أقول كي سي يعني من هاذا؟ أو سي كي من هاذا؟ الإجابة عن السؤال دا بيكون شكلها سي عالي إنه عالي نشوف الملحوظة اللي هوا كاتبها لنا عند السؤال بكي يأتي بعدها الفعل مصرف في المفرد إيل حتى لو الإجابة عندنا بالجمع نشوف يعني ايه الكلام دا كي جو دان لا كور دي غي غي يعني مين هيلعب في فناء الفسحة هنا عندنا جو تصرف مع اي؟ مع اي ضمير؟ مع إيل المفرد حتى لو الإجابة عندي بالجمع يعني الإجابة عندي هنا اللي زليف التلاميذ جو بيلعبوا دا لكور دي غي 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 في فناء الفسحة يبقى مع اي لما يجي أسأل الفعل يصرف مع إيل المفرد حتى لو الإجابة عندي بالجمع طيب نشوف الملحوظة اللي بعدها للسؤال عن المفعول العاقل غير مباشر بنصبق اي بحرف جاي زي افك او ا او دي او شاي افك كي يعني مع مين اكي يعني الى مين دكي عن مين شكي يعني عند مين طيب نشوف الالكزامبل اللي عندنا عشان نفهم أكتر افك كي يعني مع مين ليا فا او سيدي اي بمع مين ليا تذهب الى مركز الوسائق الإجابة ليا فا او سيدي اي افك مع ساكوبين يبقى ليا ذهبت الى مركز الوسائق مع صديقتها هنا عندنا الساكوبين سبقها حرف جار افك يبقى كي عندي كمان اصبقها بحرف الجار افك السؤال اللي بعده اكي يلساك يعني لمن تكون هزيه الشنطة يعني الشنطة دي بتاعت مين لساك اي اا توماس يعني الشنطة بتكون لتومس هنا توماس سبق بحرف الجار ا يبقى كي هنا عندي في السؤال تسبق بحرف الجار افك دي كوا عن من بارل لازليف عن من بيتحدث التلاميذ يبقى كي البارل هما بيتكلموا يعني هما بيتكلموا عن مدرس الرياضيات طب هنا عندي اللابغوفيسر صبق بحرف الجار دي يبقى كي عندي برضو في السؤال تسبق بحرف الجار دي ش كي يعني عند من فاتي انت تذهب ج في ش سلمة انا هزهب الى عند سلمة سلمة بدأ بحرف يبقى كي برضو في السؤال تبدأ تسبق بحرف الجار ش نشوف بعد كده اداة الاستفادة كي أو كسك كي أو كسك الاتنين بمعنى ما أو ماذا كي و كسك الاتنين بمعنى ما أو ماذا في المعنى مفيش اي اختلاف لكن في تكوين الجملة اللي بتيجي بعضهم بيبقى فيه اختلاف هنا كي بيجي بعدها الفاعل الفاعل ثم الفاعل يبقى عندنا كي بيجي بعدها الفاعل ثم الفاعل لكن كسك بيجي بعدها الفاعل ثم الفاعل طيب نشوف مع بعض بيقول لك هنا كي أو كسك للسؤال عن مفعول غير عاقل يبقى كي أو كسك بيسأل عن ايه؟ عن غير عاقل طيب نشوف هنا الأسئلة كسك الياد دان لكل ماذا يوجد في المدرسة هنا كسك بيجي بعدها فاعل ما ننساش وكي بيجي بعدها الفاعل يبقى هنا كيا دا الفاعل لكن هنا كسك الياد دا هو الفاعل يبقى كسك الياد دان لكل ماذا يوجد في المدرسة نجي نجاوب نقول يعني بيوجد في ناء للفسحة وفصول طيب السؤال التاني بكي كيا تي وزي ما احنا ملاحظين ان كي جي بعدها الفاعل كيا تي يعني ماذا أنت لديك دان لسك في الشنطة الإجابة هتكون يعني أنا لدي أدوات طيب نشوف أداية الاستفاهم اللي بعدها وهي كوا 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 نفس معنى كي وكسك يبقى كوا عندي بتساوي كي وكسك طيب ايه الفاعل ان كوا هنا بتيجي في نص السؤال أو في أخر لكن كسك بتيجي في أول السؤال طيب لو أنا عايز أقول ما هذا أقول ايه أقول كسك سي كسك سي ما هذا طيب ممكن أستعمل كمان كوا في أن أنا أقول ما هذا أقول هزي أقول سي كوا سي كوا طيب خلي بالك من ملحوظة مهمة جدا إن هنا سي بتيجي بعد كسك هنا سي جات بعد كسك لكن هنا سي جات قبل كوا هنا سي جات قبل كوا الاتنين بمعنى ما هذا بقى كسك سي معناها ما هذا سي كوا برضو معناها ما هذا الإجابة على السؤالين سي عن دكسيونير إنه قموس وما ننساش إن كسك وكي وكوا التلاتة دول بيسألوا عن غير عقل بيقولك كمان للسؤال عن مفعول مباشر غير عقل وهيأتي في نهاية السؤال يبقى تشيرش كوا أنت بتبحث عن إيه؟ تشيرش لا فوتو دي ما فامي يبقى أنا ببحث عن سورة عالتي يبقى هنا كوا بتسوي كسك بس بتيجي فين في نهاية السؤال أو في نص طيب نشوف بعد كده أو أو هي أداة استفهام بمعنى أين أو للسؤال عن مكان مسبوء بحرف جر يبقى بنستعمل أو للسؤال عن مكان مسبوء بحرف جر زي أ أو 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 لكن بيحزف حرف الجر عند السؤال يعني أنا في السؤال ما بقولش حرف الجر طيب نشوف هنا الأكزامبل يعني أين يكونوا التلاميذ الإجابة يعني أين تكون الصبور الرقمية إيه ليه هي بتكون دان لكلاس في الفصل أو أين يكون اللغدينة جهاز الكمبيوتر الإجابة هتكون يعني هو بيكون على المكتب طيب فيه أداة استفهام كمان بمعنى كومون اسمها كومون بمعنى كيف طيب هنا كومون بنسأل بيها عن ثلاث حاجات أول حاجة الحال أو الاسم أو الصفات طيب نشوف مع بعض الأكزامبل عشان نفهم أكثر كنت لو باجي أسأل عن الحال بستعمل كومون بقول كومون سا فا كيف حالك وده تصريف فير بقى لي يبقى لما استعمل مع كومون تصريف فير بقى لي يبقى أنا هنا بسأل عن الحال كومون سا فا طيب لما استعمل تصريف فير بقى سابل لي بمعنى يدعى أو يسمى مع كومون يبقى أنا هنا بسأل عن الاسم كومون تيتابل كومون تيتابل يعني كيف أنت تدعى طيب لما استعمل فير بأطر بمعنى يكون مع كومون يبقى أنا بسأل عن الصفات كومون تي تونيكول يعني كيف تكون مدرستك هنا أنا عايزة وصف للمدرس نشوف كمان أداة استفهام كومبيان دي كومبيان دي بمعنى كمن كومبيان دي كمن وبيجي بعدها اسم جامع بيجي بعد كومبيان يأما دي يأما دي أباسترف لكن دي أس كده ما تجيش بعدها أبدا يبقى كومبيان بيجي بعدها يأما دي يأما دي أباسترف دي أس لا ما تجيش بعدها أبدا يبقى دي ودي أباسترف كمان يجي بعدهم اسم جامع نشوف هنا مع بعض المكتوب بيقولك أداة استفهام بمعنى كمن للسؤال عن العدد والكمية ويأتي في أول السؤال أو في منتصف السؤال ويأتي بعدها اسم جامع نشوف الإجزامبل عشان نفهم الكلام ده أكتر هنا كومبيان دي بيجي بعدها اسم جامع مبدوء بساكن كومبيان دي أباسترف بيجي بعدها اسم جامع مبدوء بحرف متحرك نشوف الإجزامبل كومبيان دي ستيلو كم من الأقلام تيا أنت لديك هنا كلمة ستيلو كلمة جامع بتبدأ بحرف ساكن فأخدت قبلها د هنا تيا كومبيان دي ستيلو يعني أنت لديك كم من الأقلام هنا كلمة ستيلو برضو كلمة جامع بدأ بحرف ساكن فأخدت د طب الإجابة على السؤالين دول بيكونوا يعني أنا عندي ثلاث أقل طب نشوف الأكزامبل البعض هنا كلمة كلمة جمعة وبدأ بحرف متحرك هتاخد د أبوستغرف يبقى كم من التلاميذ موجودة في الفصل كمان ممكن تيجي في نص السؤال السؤالين دول ممكن أجاوب عليهم وأقول في أداة استفحام كمان كل كل لها أربع أشكال كل للمفرد المذكر كل للمفرد المؤنس كل للجامع المذكر كل للجامع المؤنس كلهم بمعنى ما أو قال نقولهم كمان مرة ولو معاك الكتاب يبقى معاك كمان ألم وتسجل معايا اللي أنا هقوله دلوقتي يبقى عندي كل الأولى بييجي بعدها اسم مفرد مذكر كل التانية بييجي بعدها اسم مفرد مؤنس كل التالتة بييجي بعدها اسم مفرد مذكر كل الرابعة بييجي بعدها جامع مذكر جامع مؤنس بردون طيب صفة استفهام هي بيقولك بيوصف دولة أكز بيقولك إن هي صفة استفهام بتتغير حسب الاسم المرارد السؤال عنه وتأخذ معنى ما إذا جاء بعدها ومعنى أي إذا جاء بعدها اسم وتسأل عن أكثر من شيء طيب نشوف هنا كده مع بعض قبل ما نشوف الاكزامبل نقول كمان كله بالأربع أشكال ونشوف كل واحدة بتيجي مع ايه هنا كل بتيجي مع المفرد المذكر كل بتيجي مع المفرد المؤنس كل مع الجامع المذكر كل مع الجامع المؤنس كلهم بمعنى ما أو أي طيب نشوف السؤال بيجي شكله ازاي كل ي يعني أي مكان إنت تحب إليسي في المدرسة نقوله كمان مرة كل ي يبقى أي مكان إنت تنبلي إليسي إنت بتحب في المدرسة الإجابة هتكون جملية أنا أحب مركز الوسائق أي الأشياء موجودة في الفصل يبقى أي الأشياء بتكون في الفصل هنا عندنا في الإكزامبل الأول اللي هي كلمة clear كلمة مفرد مذكر فأخذنا معاها كلب الشكل ده هنا في الإكزامبل الثاني obj هنا كلمة جمع مذكر فأخترنا معاها كلب الشكل ده نشوف الإكزامبل الثالث كيلاري لي كيلار اتيلا يبقى أي ساعة الوقت بيكون هنا كلمة r كلمة مفرد مؤنس فهتاخد كلب الشكل ده نشوف كمان نقول الأسئلة ونشوف الإجابة عنها إزاي كلير امتي اوليسي يعني أي مكان أنت تحب في المدرسة هقول جملة سيدي إي أنا أحب مركز الوسائق كيلو بجيسون دان لا تلاس يعني أي الأشياء الموجودة في الفصل هقول إليا دي شايز بيرجد كراسي إي دي تابل تربيزات كلير تيل يعني أي ساعة الوقت بيكون هقول إلي ويتير إنها الساعة 8 في ملحوظة مهمة كمان خالص يمكن أن تصبق كل وكل بحرف جر زي د عن آ إلى آ يعني في داب نشوف مع بعض الأكزامبل عشان نفهم أكدر يعني في أي فصل بتكون يعني أنت بتكون في أي فصل في الإجابة هتكون أنا بكون في فصل يعني أولى رابع كده نكون إنتهينا من أدوات الاستفهام نشوف الأسئلة مع بعض كسكتيام علي كل ماذا أنت تحب بالمدرس لو في أي سؤال من الأسئلة دي أنت مش فاهم إحنا حلناه إزاي بس بعد ما تذاكر الجرامير كله ابعثلي في الكومنت سو أنا هرد عليك هنا يعني أين تكون أغراضك يعني الوقت في أي ساعة الوقت بيكون ده السؤال عن الساعة ده هناخده في الدرس اللي جاي بالتفصيل يعني من أسقط شنطته يعني الهيكل العزمي يعني أين نلعب كرة قدم كينين بالجودي يعني من لا يحب للاندي من لا يحب يوم الاتنين كم بيان دي تابلي الياء أو سلف يعني كم كم من الترابيزات موجودة بالمطار هنا أوسولي زليف يعني أين يكون التلاميذ تيفا أو سيدي إي يعني أنت تذهب لمركز الوثائق أفكي معمين كم بيان دي كور يعني كم من الحصص يعني في أي سنة الاختيار الثالث يعني في أي سنة في أي سنة في سنة أولى خامس يعني ماذا يوجد في الفصل قصة مصورة ده اختصار لكلمة قصة مصورة سيكوا يعني هي عبارة عن إي أكي يعني لمن إي سرفوتو يعني لمن تكون هذه الصورة كده نكون انتهينا من الجزء الخاص بالجرامير شكرا لسمعكم ما تنسوش الاشتراك في القناة عشان يوصلوكو جميع الفيديوهات الجديدة ترجمة نانسي قنقر